ولكن يا كريم فيه سؤال ومهم جدا وهو العنوان اللي لازم يتحطه نتكلم عليه هو النادي الاهلي ما بيعتمدش أسامي النادي الاهلي هلوى أه طبعا النادي الاهلي ما بيعتمدش أسامي أه طبعا النادي الاهلي بيعتمدش أسامي النادي الاهلي شارك في كاس العلم للأندية 8 مرات تانية أكتر نادي بعد أوكلين سيتي وصل دور السيمي فائل النص النهاية 5 مرات خد 3 مرات بورونزية وخد مرتين المركز الرابع ولكن أنا عاوز أقف عند آخر 3 مشاركات للنادي الأهلي وعشان كده هنا أنا بقولك أن النادي الأهلي ما عندوش فابينيو ما عندوش كانتي ما عندوش كريم بن زيمة ولكن النادي الأهلي عنده شخصية النادي الأهلي عنده قوة التاريخ بتاعته والنادي الأهلي فريق من أصعب الفرق اللي ممكن تلعبها ليه يا كريم بقولك أن نركز على آخر 3 سنين لأن آخر 3 سنين النادي الأهلي شارك في البطولة خد برونزية مرتين وخد مركز الرابع مرة خد البرونزية مرة من بطل أمريكا الجنوبية وخد البرونزية مرة من بطل أسيا والبطولة اللي فاتت الأخيرة هي كانت أفضل بطولة في كل مشاركات النادي الأهلي عبر التاريخ أداءا وكنت سمعتك في الإنترو بتتكلم على مبارات ريال مدريد ومبارات فلمينجو وكان ساعتها لسه النادي الأهلي ما دعمش المرانة عطية وكان لسه مرسل كولر محطش أداء قوي فنادي الأهلي كان الرتم بدني بتاعه بيقع في آخر المبارات فنادي الأهلي كان بيخسر السكور الكبير ده بس النادي الأهلي قادر؟ أه طبعا النادي الأهلي قادر بناء على إيه؟ إن لعيبة النادي الأهلي متمرسة على السيناريوهات وعلى المناسبات وعلى البطولات اللي زي دي بأمارة إن الجيل الحالي يا كريم 80-90% منه لسه موجود باستثناء حمدي فتحي باستثناء محمد شريف اللعيبة دي هي اللي شاركت في آخر ثلاث بطولات موجودة فبالتالي مفيش رهبة عند لعيبة النادي الأهلي لما تشوف أسامي كبيرة مفيش خوف من لعيبة النادي الأهلي من المناسبات دي ده اللي هيخلي النادي الأهلي 50% 50% نادي الاتحاد السعودي وأنا بقولك الدعم الجميل اللي هيبقى كبير برضو من الجالية المصرية له هناك هيفرق كتير جدا مع نادي الأهلي طبعا لنسا راضي بنتكلم على الفنيات لنسا عارف شكل النادي الأهلي هيبقى عمل إزاي